موسيقى للتفوق نغم وللنجاح طعم لا ينساه أحد مشاهدين واليوم معنا في برنامج المتفوقين نموذج لهذا التفوق والتميز والإبداع يسرنا مشاهدين أن نرحب طالبتنا المتفوقة الحائزة على الدرجة الأولى في شهادة التعليم الأساسي بمجموع وقدره 3100 الطالبة بروج الحمود أهلا وسهلا فيك بروج وأيضا الترحيب موصول بك الدكتور غياث الحمود والد الطالبة المتفوقة أكيد الحوار لحيكون اليوم حوار فرح حوار تميز يحكي عن قصة الإبداع والنجاح والتفوق اللي أنت حصلت عليه بروج الحمود ولكن بعد الفاصل أكيد لحيكون لنا نقاط كثيرة لنتحدث فيها إذا المشاهدين فاصل قصير ونعود ابقوا معنا موسيقى إذا بعد الفاصل عدنا مشاهدينا ومباشرة نعود لطالبتنا المتفوقة بروج أول شي بروج بدي أقول لك أنت اليوم طالبة متفوقة والحائزة على المرتبة الأولى بشهادة التعليم الأساسي وهذا الشيء رائع جدا يعني وذكرة جميلة وبيحملنا كثير من المسؤوليات في البداية خلينا نحكي أكثر عن بروج الحمود نتعرف على الطالبة الأولى أنا الطالبة بروج ياصل حمود من مدرسة الشهيد كوميت الظاهيم بلدين وتفوقين باللاطفية جبت 310 و310 بشهادة التعليم الأساسي طلعت الأولى على الجمهورية أكيد هذا الشيء تطلب منك مجموعة من الجهد مجموعة من الخطط من النشاطات والبرامج التي قمت فيها لحتى وصلت لهذا التميز والتفوق عارفيني بروج أكثر عن خطتك الدراسية للتبعتية لحتى أنت وصلت اليوم للمرتبة الأولى نحنا التفوق بالأساس هو يمانو بس سمرت هالسنة يعني هو سمرت جهود كل السنين الصابت نحنا ما بنشتغل عليه بس هالسنة نحنا بنشتغل من الصف الأول حتى إنه نحنا من أسس حالنا ودائما يعني مو أنه نكون صف انتقالي وخلص ما بنهتم فيه بكل الصفوف بدنا نهتم ونحنا بدنا نشتغل على حالنا مش عنا نوصل لهدفنا وأنا حاطة الهدف يعني ببالي أنا من خبل ما بلشت عسر ولما بلشت هيك بنظم وقتي وحطيت يعني ساعات للدراسة وساعات للإستراحة يعني بقدر ما ساعات الدراسة مهمة ساعات الاسترخاء والإستراحة كمان مهمة فتنظيم الوقت شي كتير مهم بالتعسر ولازم الواحد يكون عنده صبر لحتى يكتر كفه أكيد يعني أنت في عندك مخزون تراكمة من التفوق من الخطط اللي هي نجحت كل سنة وكانت تتحرضك لأنك تستمر بهذه الخطة وبهذه المسيرة بالسنة اللاحقة عن هذا المخزون خلينا نحكي أكتر بما أن التفوق مثل ما قلتي هو سلسلة وليس كان هو وليد هذا العام وإنما السنوات السابقة أكتر نتعرف أكتر على دراستك في السنوات السابقة يعني بالصفوف الانتقالية والصفوف في البدايات في المسيرة التعليمية مين كان يساعدك بوضع هاي الخطط كيف كنت تنظمي وقتك أكتر نتعرف بحالتك الدراسية خلال يوم دراسي كامل أهلا بداية العيلة هي دائما للأساس يعني أكيد الأهل هنا اللي بيعلموا الواحد أول حرف كمان أنه الأساس يعني من المدرسة الابتدائية بيوفروا الجو المناسب لأنه وهو جو التنافس بين الطلاب هات شي بيحفزنا نحنا أنه منتعب ومنشتغل على حالنا يعني مشان نحنا نسبقهم للطلاب تاهم ونحنا كفينا على نفس المستوى يعني خلاص ما قلنا أنه وصلنا للقمة خلاص ما عدنا نكفي لا بناكس الوصول للقمة هو سهل بس أنه نحافز على نفس المستوى هات شي صعب فأنا اقترت حافز على هالمستوى كل السنين وأهلي هن اللي كانوا يعني داعم لي الأكبر وبعدين لما قدمت على سبر المتفوقين مشان ندخل على المدرسة بالسابع ثلاثة الثامنة على السبر وهي المدرسة يعني طالما جمعت كل متفوقين هات شي خلق روح تنافس بيننا أكثر يعني إذا الواحد المتفوق كان بمدرسة برا رح دائما يطلع الأول عن مدرسة لأنه رح يحس خلاص أنا طلعت الأول ما عد بدي أشتلل أكتر من هيك بس لما بينجمع مع الطلاب المتفوقين اللي نفس قدراته رح حس أنه لازم يزول جهد أكتر لحتى يكون منافس لأنه تماما بما أنك كنت محاطة بمجموعة أو كوكب من المتفوقين أكيد هذا الشيء مثل ما اتفضلته خلق منافسة قوية عندك وشعور بالتحدي ولكن كطبيعة بشرية إنسانية نحن نعرف بروج أن الإنسان أحياناً تصيبه حالة أحباط حالة يأس حالة خوف تردد شوية مشاعر سلبية نتيجة الظروف وضغوطات معينة ممكن يعيشها لأي سبب كان أنت عشت هاي الحالة يجيتك هاي المشاعر خلقتلك تحديات معينة يعني حابب أعرف كيف كنت تتجاوز هاي المشاعر لمن كنت تلجأي يعني كيف كنت تضل بحافظة أنت على حماستك للدراسة على تفوقك نحن خاصة بوقت الحجر يعني وقت انقطعة المدارس والمعاهد وبأزمة كورانا وبهالظروف يعني أكيد تعبت نفسياتنا وملينا من الدراسة بس رغم هيك الأساسي ما قطعونا أبداً يتضلوا على تواصل معنا على الواتس أو على الفيس هيك ويحكوا معنا هني كانوا دائماً بيشجعونا أنه ما تسأموا أبداً يعني حتى لو الوزارة السمقرة يتحذف ما تسمعوا للإشاعات يعني كانوا يشجعونا أنه أنتوا درسوا كل شي يعني يعني هو بتعرفوا أنه ممكن ينحذف ممكن لا فإنه كانوا يعني بيشجعونا دائماً بهالمرحلة ما قطعونا أبداً والأهل هن بالبيت يعني نحن دائماً لما منمل أو منحس الضغط وأحباط دائماً منروح على الأهل أهل هن اللي بيشجعونا تماماً طيب أنا رح أنتقل إليك دكتور غياث قبل ما أعرف دورك الداعم لتفوق بروج حابب يتعرف عليك أكتر أنا الدكتور غياث الحمود أخصائي جراحة نحن عائلة من الرقة بروج كانت ظاهرة من ظواهر البيت إضافة إلى أخوتها نعم هي علامات النبوغ عليها ظهرت من عمر السنتين أنا لاحظت عليها سرعة في التطور الروحي الحراكي طبياً وكان في عندها علامات لارتفاع مستوى الآيكيو رعيناها أنا والدتة والدتة طبيبة داخلية دكتور أكسام مزياد اطلقت تربية وتعليم وتجاوبت كانت منتجة يعني بعمر السنتين تعلمت النطق تعلمت حفظ الشهر تعلمت الحساب الظهني يعني لما دخلت عمر الأربع سنوات صف أول كانت أساس طالبة مستمع كانت وسطتها هي النبوغة يعني النبوغة نبوغة أنها كانت دخلت المدرسة تجيد القراءة والكتابة والكتابة بخط جميل وهي حالة مميزة واستثنائية يعني تماما وتجيدها عربي إنجليزي وبعض الكلمات فرنسي كمان ما شاء الله اشتريت للابتوب كانت يعني تعلمت من أخواتها الورد اشتغل على البواربوينت فهيك كانت طفولتها طيب مكانت هي متميزة وبشكل مبكر يعني بالمقارنة مع أقرانة حضرتك كولي أمر يعني أكيد هذا الشيخ اللي عندك شي من المسئولية تجاه رعايتها ورعاية تفوقها وتمييزها ونبوغة يعني هاي المسئولية وهذا الإحساس والمسئولية اللي حضرتك أنت والوالدة يعني تبنيتوا هاي التفوق فأكيد أنتوا صار في عنكم خطط صار في عنكم طريقة معينة للتعامل مع هذا النبوغ المبكر نحكي أكثر عن هاي الخطط عن هاي الاستراتيجية بالتعامل لحتى أنتوا هيأتوها لحتى تكونوا اليوم الطالب الأولى على مستوى سوريا بشهادة التعليم الأساسي هي الطفل لما يكون عنده طاقة خام عندي قبلها ثلاث أولاد نفس السوية كانوا بدك تشتغل عليه من صغره تمام علينا الرعاية كان علينا المتابعة المتابعة مع المدرسة يعني أنا تابعت مع أنستا اللي درستها صف أول ارتقت إنه هاي الأولى على المدرسة كل فإنه إبقاءها صف أول في أحباط لهيك ظاهرة وهيك نبوغة تمام فارتقت إنه تطلع الصف الثاني طلعت للصف الثالث لما تهجرنا من الرقة بدخول المسلحين إحنا عايشين برقة يعني إجينا للجو اللابقية كمان اتلقت دعم القيادة تم استثناءها من شرط العمر كُبيلت بالصف الرابع على أساس النبوغة اللي عندها تمام وحافظت على مستوها بالمدرسة أنا تابعتها بالمدرسة أثبتت حضور أثبتت وجود تلقينا كمان حفاوي واستقبال وترحيب هائل في محافظة اللاقية كأسرة كانت محاطة بالرعاية من الكادر التعليمي والتدريسي نعم وأنا هون بدي أوقف شوي أقف إنحناء تقدير امتنان للكادر التدريسي والإدارة في محافظة اللاقية للشي شفنا من رعاية لأولادي وأسرتي وخاصة بروج تماما مع أنت نحن فينا نقول بروج حالة استثنائية أنت اليوم أصغر طالبة بالصف التاسع الأساسي على مستوى سوريا وطالبة متميزة ومتفوقة وحائزة على المركز الأول لما أنت سبقت زميلاتك بالعمر وبالصف الدراسي أكيد هذا الشي خلع عندك شي من ربما الحماس ربما الاستمرارية بالتفوق يعني حسيت حالك أنت متميزة بشي من الاختلاف طبعا هذا الشي الاختلاف الإيجابي اللي نحن نقصده كيف أنت كنت تتعامل مع زميلاتك بالصف اللي هني أكبر منك بسنتين كان في شي فرق هيك حاجز نفسي مثلا أو فرق بالتعامل كونه هني أكبر منك يعني بالمقارنة مع زميلاتك اللي هني من عمرك هلا هذا الاختلاف اللي عم نحكي عنه أنه بالعمر وهي هذا الشي بيخلق مسؤولية يعني عندي أنا أنت حسيت بهاي المسؤولية وكنت أدى أنا حسيت كنت خدة يعني أنه أنا حاولت يعني خدر الإمكان أنه أقلم مع ظرفي ويعني كنت داخلي بالجو منيح أنه كنت يعني أنا صاحب عمري زمني صغير بس أنا عمري العقلي كان أكبر منه ماشاء الله فأنه قدرت أندمج مع الزو قدرت تكون بعمرهم تقريبا بسويتهم حتى نفسهم طيب بروج طالبنا اليوم بأي مرحلة كان بأي صف كان نعرف لحنا أنه منهجنا في مزيج من المواد الدراسية اللي هي بتاخد كل الجوانب العلمية والأدبية وكتير من الطلاب بيكون في عندها ميول لجوانب علمية أو جوانب أدبية يعني ميول لمواد معينة بالمقارنة بيكون في خوف من مواد تانية احكيلي أنت عن ميولك كيف كانت للمواد سواء كان العلمية ولا الأدبية يعني وين كنت تلاقي حالك أكتر؟ أنا كنت لاقي حالي أكتر بالمواد العلمية أنه هي مجالة واسع كتير بالمواد العلمية أنه فيها تفكير وفيها خيال شوي أما الأدبي يعني بحس أنه في حفظ أنا ما كتير بحبه أنه العلمي يعني بحس بيشغل مخي بيفيد زكائفي أما الأدبي لا تحسوا كتير مخيض تمام إذن اليوم أنت بيوم النتيجة مثلا نتخيل سواء لحظة السعادة لحظة الفرح والتمييز لما أنت تلقيت الخبر أنك أنت الطالبة الأولى 3100 أحكينا عن مشاعرك وخلينا هيك نعيش معك هاي الزكرة وننبسط أكتر معك كيف تلقيت الخبر كيف كانت ردة فعلك مين اللي إلتيله أول شي شكرا يعني حطينا بهذا الجو أكتر بروج هاي اللحظة عن جد ما بتنوصف من السعادة أبدا يعني أنا ما كنت متخيلة بيوم أنه الحلم اللي كنت أحلم فيه من سنين أنه يتحقق فإنه أنا كتير كنت مبسوطة أول شي لأنه الحلم اللي حطيته ببالي وهدفي من البداية وقدرت أوصل له حلا وكمان كنت فخورة عني أنا كنت عند حصة نظام أهلي وعند ثقة أساتيستي كمان إنه أنا ما خيبت قبلون ولا ضيعت تعبون أبدا تمام مين اللي بارك لك أول شي حكينا مين كيف صارت الاتصالات مين اللي إجال عندك على البيت يعني فعلا هي ذكره تستحق أنه نوقف عندها طول العمر نعم صح أول شي يعني العيلة جو العيلة هكي باركولي وكمان إجوا زيارات يعني الأقارب وكذا وكمان اتصالات كانت من الأسات زي يعني هني كانوا من البداية يخلوني أنه أنت بدك تطلعي الأولى على سوريا يعني هاي ثقة كانت كتير بتحفزني كتير بتحملني وسؤولية هني كانوا واسقين فيني يعني والحمد لله كنت تبصني ثقة يعني تمام فهني أول أول اللي تصلوا فيني وباركولي يعني كانوا متوقعين ما كانوا مستغربين مني أبدا صحيح صحيح وكمان يعني الرئاسة كمان تصلت فينا هي كانت من أول مهنئين يعني ما مرق يوم إلا كانوا متصلين فينا نحنا كل الأوائد أكيد وبتستاهر أكيد هاي كانت دكتور مشاعر الطالب المتفوق ولكن عن مشاعر الأب أشعر بفخر وسعادة واتشرف يعني اتصال والتهنئة من مقام الرئاسي يعني خلى بروج بطير بدون أجلحة حدف حد ذاته أعظم تكريمي اي حقيقة نحنا وقفنا أمام بحر من الكرم والنبل لا بحر يعني بحر لا ضيفة فلا تمام يعني يعني فعلا يوم التالي للنتائج كان اتصال الهاتف ولكن حدرتك دكتور كولي أمر كولي أمر شيء يعني إلو 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 معنى كبير عنها في رعاية للعلم رعاية للولماء تماما وهذا يدفعني لأنه أنا أهدي وأتشرف بإهداء بروج نجاحها لمقام رئاسة الجمهورية للسيد الرئيس الرئيس العلم والعلماء القائد الوطن الدكتور بشار حافظ الأسد والسيد الأولى حرمه عاجزين عن يعني الرد الجميل وهذا الكرم بالمتابعة للطاقات والخامات بالبلد إلا أنه نحافظ على هذا المستوى ونتابع برعاية أشجارنا وورودنا اللي زرعناها تماما ونقر رسالة المحبة والعلم والأخلاق للبلد وقائد البلد وللشعب عبر بنتي بروج أكيد بروجو أم سالك أنت الأمل لأنه حتى نكون أمام جيل قابل على إعادة بناء البلد في المرحلة القادمة نحن نرجع شوي لجو الدراسي وجو المنافسي بما أنك كنت محاطة بالمنافسين أقوياء جدا يعني كان في خطط أكيد هي هذه الخطط للدراسي تتحرض نتيجة المنافسة القوية نتيجة وجود محردين ولكن الكثير ينظر إلى المنافسة بنظرة إيجابية والبعض ينظر للمنافسة بنظرة سلبية من خلال اتباع أساليب معينة يعني أنا حابب أخذ رأيك فعلا بهاي النظرة بيكون في نمازج أحيانا من الطلاب بيسعوا لوسائل لحتى أنهم يتفوقوا على زملاء بطريقة مثلا أنه ممكن يقول صديقه أنه أنا ماني دارس وأنما هو بيكون دارس هاي الأساليب حابب أعرف رأيك فيها بصراحة وشفافية تعرضت لها مثلا كيف كنت تتجاوزي كيف كنت تتعاملي مع هدون الزملاء هدون الزملاء يعني نحنا ما مناتب عليهم أنه هن كمان مثلنا بدون نفسوا بدون يكونوا بالمركز الأول بس أنا يعني ما كنت أكتب أبدا يعني ما أحب هالأنواع بس كمان بقول أنه التنافس شيء إيجابي كتير منه سلبي يعني صح بيكون سلبي لما يكون واحد نظرته للشيء معنه بالعلم يعني بتكون نظرته أنه بده يتفاخر عرفيه أنه والله أنا أحسن منك أو شيء بس أنه هي لما منجي علي من ناحية علمية أنه هي كتير شيء إيجابي لما الواحد يشوف رفيقه أنه هايك مثقف أو شيء هو بيدفع يعني صحيح بيتحرد بيتحرد بس بيضل بيحب رفيقه ما بيغار منه أو شيء بس هو بيتحرد لحتى يكون مثله ما بيتمنى له غير خير حلو أستير نظرتك وتحليلك للموضوع رائع جدا من خلال حكيك ذكرت أنه بيوم النتيجة تصلوا أساتيستيك وكانوا خلال العام الدراسي عطولي كان يزرعوا لك السيقة ويقولوا لك أنه أنت لازم تكوني متفوقة طيب عن علاقتك أنت مع أساتيستيك نحكي أكتر كيف كانت خلال الأعوام الدراسية السابقة وتحديدا هذا العام وشو قدمتلك لحتى تكوني متفوقة اليوم هاي العلاقة أهل الأساتزة كمان هن الأساس يعني بعد العالم لأنه هن يعني حبارة عن سلسلة الأستاذ اللي بيستلمنا مثلا بالصف السابع بيكملوا الأستاذ بالتامن وهيكا يعني كلهم إلن دور الإداريين سواء إداريين بالمدرسة أو أساتزة عاديين كله بيكمل بعضه وكلهم نأسسونا وإلن دور فينا يعني بس تاسع هاد شي مختلف خاصة بهالظروف يعني أنا أحكيت أنه هن كانوا على تواصل معنا كانوا بيخلونا أنه نحن لحد لحظة الانتحان ونحن معكم وحتى بتذكر أنه في ليلة المادة كانوا يبعثوا لنا هيك رسائل أنه يدعمونا نفسيا قبل ما يدعمونا بالدراسة تمام إذا الدعم النفسي هو أساس من قبل المدرس وهذا دور المدرس الناجح ولكن إذا بدنا نحكي عن دور الطالب اليوم لحتى هو يكمل دور المدرس بروج وحتى يتحقق النجاح والتفوق يلي هو هدف مشترك بين الطالب والمدرس كيف بتحقينا يعني بتحطينا بصورة عن دور الطالب الحقيقي لحتى جسور هاي الثقة بين الطالب والمدرس الضل قوية متينة وتعطي نتائجها وإنعكاساتها الإيجابية على مسيرة التحصيل الدراسي للطالب الطالب بداية لازم يكون عنده إحساس هيك بالمسؤولية لازم الطالب يكون مقدر يعني الطالب لما يشوف عطاء أستاذه يعني لازم هو يخجل على حاله عن جد لأنه العطاء المدرس أبدا ما فينا نرده ولا بأي شكل من الأشكاء فأنه الطالب بيحس هيك بخجل أو إحساس بمسؤولية فبحث بمسؤولية واجب اتجاهه واجب اتجاه الأستاذ أنه أنا لازم نرده إياها بأي شكل فأنه نحن ما فينا نرده إياها غير بأنه نتفوق يعني وما نضيال وطعب وهذا أهم شيء أكيد وإنك يمكن أنا بحس هلا بنحكيك بشعور وأحاسيس المدرسين أنه بالفخر والاعتزاز فعلا هو أكيد عاش فرحة نجاح لأنه بالنهاية طالبتي أنا النجحة فما أنت أنا كمان نجحت وتفوقت عن هاي المشاعر الجميلة والرائعة وعنها الاندفاع القوي للدراسي بروج يعني من خلال دعم الأساذة أكيد أنت اليوم بيكون عندك كلمة وجهية للأساذة للمدرسين يعني شو حاب اليوم تقولي لهم كلمة عبر شاشتنا شاشة الفضائي التربوية السورية اللي حتى فينا نقول أنه بروج ترد شوي من الجميل الكبير اللي هني أحاطوكي في مدرسينك أهلا أنا شو ما حكيت وشو ما تشكرت أكيد الكلمة بتكون قليلة بس أنا بتمنى كون يعني بتمنى يتقبلوا هاي هدية شكر نجاحي أنا بتمنى يتقبلوا هدية مني يعني رد لمعروفهم لي حتى لو هديتهم نجاحي ما رح يكفي أبدا نعم أو أنا بتشكرهم كتير يعني أساد زي المدرسة جو المدرسة كله وإداريين مدرسين كمان المعاهد كلهم بتشكرهم آه على كل شي خدموا معي يعني أنا ما فيني يتشكر بأي طريقة قلت أكيد يعني هو شكر كبير على أد تمييزك وتفوقك أكيد هذا الشكل بيكون إن شاء الله وصل دكتور اليوم زي بنحكي عن دور الأولياء الأمور بظل الظروف الصعبة اللي فعلا هي مرت فيها طلابنا بدورة الألفين وعشرين بكل التخصصات يعني أساسي ثانوي بكل تخصصاتها كانت فعلا سنة صعبة مرت عليهم درجات الصعوبة بكنا بنعرف تختلف حسب درجة تعامل أولياء الأمور مع أبناء ونطلب ممدها يعني قدرتهم على تهيئة الجو في المنزل الدراسة كأولياء للأمور يعني برأيك شو هو الواجب المفتوض يقوم في أولياء الأمور لحتى يهيئوا يتجاوزوا كل الصعاب اللي ممكن هي تظهر لطلابهم بشكل دائم أنا كانت إيدي وإيد المدرسة هي اللي عم تبني البشر تك نظرتي يعني ما دمرت والحرب والإرهاب من حجر نحنا بنبني بشر حكي إيدي وإيد المدرسة سواء الظروف الصعبة لما يجد كورونا أو غيره واجهناها أتحنا لطلابنا أبنائي أنا أحكي عن بيتي أتحت الجو المناسب إلهم دراسيا يدعمون النفسي هواياتهم بتاحت يعني مش عمي شعور بالملل لأنه صار في إطالة بالفترة تمام الفحص يعني تكاتف بالعائلة أنا والأم تمام وشوف أنه الوقت اللي هي بتمل في نحاول نعوضها وتابعنا مع المدرسة رغم أنه أغلقت المدارس ما كانوا بعيدين عنها كنا بتواصل لمتابعة المطلوب من المنهاج قرارات الوزارة وتهلت قرارات سديدة وتمت عملية انتهاء العملية التربوية والسنة الدراسية بنجاح وتمت بخير ومرت اللطة تماما اليوم بروج أنت عم تعيشي حالة تميز حالة إبداع حالة تفوق بنفس الوقت يعني ما شاء الله كل الصفات الحلوة اجتمعت فيك بهاي السنة الدراسية المميزية اللي هي أخي أعطيتك ذكرى جميلة ورائعة أكيد ما راح تنسيها عمرك كله وانت عم تعيشي تجربة التفوق والتميز بالوقت الحالي إذا بدي أطلب منك تعرفينا التفوق من خلال مشاعرك اللي عم تعيشية كيف بتعرفي التفوق اليوم والتميز بنفس الوقت؟ التفوق والتميز هو مسؤولية بحس أنه الواحد بس يحط هيك هدف بباله هات الشي بيخلق عنده المسؤولية المسؤولية هي أساس للتفوق يعني وكمان متابعة متابعة يعني مو ضروري بس أنه تكون متابعة دراسية متابعة نفسية كمان كتير مهمة أنه واحد مثلا الأهل يدعموا نفسيته أو الأسادس يدعموا نفسيته هذا الشي يعني الواحد بيحفزه لأنه يتعب ويشتغل عحاله يعني كل النواحي مو بس نواحي دراسية تمام إذن ممنون لكل رحلة كان فيه لحظات تعب لحظات صعوبة لحظات إحباط وهي مشاعر بتجي نتيجة تراكم التعب من الدراسة أكيد ولكن أنت بروج كيف كنت تتجاوز هاي اللحظات الصعبة وترجع تمسك بخيوط الحماسي والاندفاع الزاتي للدراسة هلا بداية أنا كتنظيم وقت دراسة يعني أنا ما كنت تقول مثلا بدي أدرس ساعتين وخلص أخذ استراحة أنا بحط كل طاقاتي بالدراسة يعني أنا بحط مثلا بدي أدرس اليوم بخلصها الوحدة أنا بقعد بدرس لحتى أخلصها الوحدة ما بقعد بدرس ساعتين يعني أنا باخدع الكمية ما باخدع الوقت أبدا أكيد حط كل طاقتي وبس حس حالي أنه مليت بروح بشوف مثلا اسمع أغاني أو هواياتي أنا برصص طمع ضل إذاً عندك حيز للهوايات رغم أنه في إنتي امتحان شهادة تعرفين أكتر بهواياتك أنا برسم بورتريهات يعني برصاص حلو بورتريهات يعني بده وقته تركيز وبده كمان يعني أنه هو فن بحاجة إلى شيم التركيز أكتر أكيد إحنا لحن نشوف مجموعة من بورتريهات لحضرتك رسمتها خلال لحظات الاستراحة أنصح التعبير بين أوقات الدراسة ولكن قبل ما نشوف بروج هاي اللوحات حابب أخذ منك أكتر معلومات عن طريق دراستك خلال عام الدراسة بمراحل المختلفة لتكوني أنت اليوم الملهمة والقدوة لا زملائك وزملائك بصف 9 الأساسي المقبلين على دورة 2021 لحتى يستفيدوا من تجربتك تعرفينه هيك بشكل مختصر كيف كنت تدرسه بخلال عام دراسي فصل أول فصل ثاني الامتحان النصفي تحديدا يعني أنه في ناس بنظروا الامتحان النصفي بنظرة أقل شوي بأهمية من نظرة الامتحان النهائي وحتى بوقت المذاكرات نبدأ ببداية العام الدراسي والفصل الأول كيف كان تنظيم الوقت والدراسة هلا بداية أنه تنظيم الوقت يعني هو شيء كتير مهم بالتعسى وخاصة بدايته يعني الواحد أبدا ما شرط أنه ينظم الوقت بآخر السنة الواحد لازم ينظم وقته من أول السنة ولازم يحس بخيمة الوقت أنه أي ثانية مهمة بالنسبة له أنه نحن لازم ناخده على محمل جد أكتر وقت نبلش لأنه تراكم كتير شيء صعب بالنسبة لنا أنه لما نراكم وآخر شهر قبل الامتحان ندرس لا نحن من أول السنة نشتغل على حانة ومنتعب ندرس كل درس بدرسه ومنسمع دوري وناخده على محمل جد أكتر كل درس بدرسه كنت إذن أنت ماشي مع الإعطاء المدرسة ولكن في عطلة إسبوعية بالعطلة الإسبوعية كيف كنت تتصرف؟ شو كنت تدرس فيها؟ العطلة الإسبوعية كنت أدرس فيها الشغلات اللي راحت من الامتحان قبل يعني كنت راجع لأنه الواحد بس درس وخلص يعني سكر الكتاب ممكن ينسى أو يقطع سلسلة أفكار وخلالواحد لازم دائما يضل على تواصل مع الكتاب تماما كتير من الطلاب بروج كلامك هيك بيقودني لسؤال كتير مهم يعني كتير من الطلاب بيلجأوا لمراجع غير الكتاب يعني من اللي بتنتشر بالأسواق بنسمع النوطة بنسمع ملخص بنسمع مثلا محلول معين أنت معه ولا ضد كنت مع هذا الأسلوب بالدراسة؟ أنا كنت ضد أولا كان مثلا الكتاب هو مرجعك النهائي؟ أنا كنت ضد لأنه أنا مرجعت أبدا لأي مرجع كان المراجع مو أنه هي بتعطينا معلومات هي أحيانا بتخربط الطلاب يعني الواحد بيشوف معلومة بكتاب وممكن يشوف غيرها بمرجع ممكن يكون المرجع غلط تمام يعني المرجع ما نه مصدر موصوق أبدا ممكن يتشتت الطالب ممكن الطالب بيتشتت بين المعلومتين ما بيعرفي وفق بيناته تمام يعني هذا شيء بيضيع الطالب ما بيفيده أبدا إذن الكتاب كان هو مرجعك الأساسي أنا حاب استثمر الدقائق الأخيرة بلقائنا الجميل معيك وخلينا نتعرف أكتر لو سمحتي على موهبتك بالرسم إن شاء الله هي أكيد واضح إنها متميزة متل ما أنت مميزة لا شيء رائع جدا نسمحي لي أني أعرض هاي البورتريهات إذن متل ما عم تشوفوا مشاهدينا فعلا تميز وتفوق وإبداع حتى بالرسم يعني حلو الموهبة وحلو أن يكون في عنا لحنا موهبة يعني هي من خلال النفس عن ضغوطاتنا خلال الدراسة من اللي كمان أنا ممالك موهبتك بالرسم؟ أنا عدمي موهبتي لحالي ما سجلت أي معهد أو شيء تمام خلينا كمان نستعرض أكتر هون في كماني هذا البورتريه بترسمي برصاص فقط؟ هم بس برصاص كل رسماتك برصاص جميلة جدا وفعلا يعني إنه بنظر لرسماتك بقوله أنه أنت خريجت معهد يعني واضح تماما في بوادر احتراف فعلا موهبة حقيقية وبوادر احتراف ويمكن دكتور الموهبها هي فعلا اللي بتحرد على الدراسة أكتر والتفوق فيها كمان هو بيكون فينا نقول ذريعة تانية للتفوق بالتحصيل العلمي هي يعني بتجمع بعض أنه هاي بتفرد شو حاني خارج وقت الدراسة تمام طيب هلا أنا شايف وجوه صورة أخت هاي بدي أسأل أنه الوجوه اللي بترسمية هل هي الناس بتقعد أمامك أشخاص أمامك ولا صورة بتنقلية ولا من خيالك أحيانا هني برسم مشاهير يعني وجوه اللي بحبها من المشاهير برسمها أو هاي مثلا برسمت أختي شادن تمام نحن أكيد يعني نبسطنا كتير بلقاءنا مع حضرتك وأكتر الشي يعني سرنا أنه أنت اليوم متفوقة وأيضا متميزة نحن بالختام الحلقة بروج أنا بقدملك شهادة التكريم باسم وزارة التربية لتكون حافز لإلك لتكون إن شاء الله الطالبة الأولى بشهادة التعليم الثانوي إن شاء الله قبل ما أختم مع حضرتكم حابب أعرف طموحك الأخير أنا بالمرحلة الثانوية بدي فوت الفرع العلمي وبس خلص بدي إن شاء الله صير دكتور تعيون قبل السيد الرئيس إن شاء الله إن شاء الله بتحقق حلمك وبتحقق حلمنا فيك الطالبة المتفوقة والحائزة على المرتبة الأولى بروج الحمود بمجموعة 3,100 بشهادة التعليم الأساسي شكرا جزيلا لإلك واستمر بهذا التفوق لأنه بيلبأ لك شكرا لإلك أيضا الدكتور غياث الحمود حضرتك والد الطالبة وأنت شريك حقيقي أنت والوالدة طبعا بهذا التفوق والتميز لها الفضل أشكرك وأنا أتشكر شاشتكم تربوية نحن من متابعينها بسرتي وأولادي أتحطونا الفرصة لإيصال رسالة محبة وعلم وأخلاق من بنتي بروج للواطنة والشعب للقائد شكرا لإلكم شكرا شرفتونا إذن مشاهدين الشكر الأكبر لكم على هذه المتابعة ودعوى مننا لجميع طلابنا لأن يكونوا اليوم في برنامج المتفوقين من خلال الدراسة والجد والاجتهاد إلى اللقاء دمتم بخير موسيقى 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 موسيقى